بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين أسعد الله أوقاتكم سادتي المشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاتيح الفلاح من أحد أهم أسباب عدم الفلاح وعدم النجاح هو طول الأمل الإنسان الذي يعتقد بأنه لديه أمل طويل في الحياة لديه مسافة بعيدة جدا على أن ينقضي يوم وفاته أو يأتي يوم وفاته هذا الإنسان تجده بأنه دائما يكون مقصرا في عمله هذا الإنسان الذي لا يستعجل بأداء المهام التي ألقيت على عاتقه سواء كانت مهاما دنيوية أو مهاما أخروية التي خلقها الله سبحانه وتعالى أو خلقه لأجلها لا يمكن له أن يستعجل في العمل لذلك تجد بأنه يأتيه الموت بغتة وهو لم يستطع أن يدرك لا خير الدنيا ولا خير الآخرة في حقيقة الأمر أهل البيت عليه السلام قد أكدوا كثيرا ونهوا عن طول الأمل وذموا كثيرا الإنسان الذي يمتلك هذه الخصطة السيئة في طباعه وفي نفسه لذلك تجدون بأنه العديد من الروايات الشريفة حذرت المؤمنين من هذا الموضوع ومن هذه الخصطة السيئة لاحظوا هناك رواية وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ألا إن الأيام ثلاثة قسم الأيام كل يوم أو قسم هذه الحياة إلى ثلاثة أقسام قال ألا إن الأيام ثلاثة يوم مضى لا ترجوه ويوم بقي لا بد منه ويوم يأتي لا تأمنه فالأمس موعظة واليوم غنيمة وغد لا تدري من أهله هكذا أمير المؤمنين عليه السلام وصف الأيام يوم قد مضى عليك ويوم أنت الآن تعيشه ويوم يأتيك في المستقبل هذا اليوم الذي الله سبحانه وتعالى قد خولك هذا اليوم المضى قد خرج من يديك خرج من تحت إرادتك من تحت سلطانك مهما أردت أن تحاول أن ترجع هذا اليوم الذي مضى لا يرجع ولكن الغنيمة الغنيمة في هذا اليوم الذي أنت تعيشه الآن عندما تستيقظ صباحا الله سبحانه وتعالى يعطيك ويقدم لك هذه الهدية يقدم لك 24 ساعة هدية لك لكي تعمل فيها لدنياك ولآخرتك فاختنمها اختنمها بما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة ويوم يأتي وهو اليوم المستقبلي ويوم غد أمير الموني عليه السلام يقول لا تعلم من هو أهله هل أنت تعد من أصحاب يوم غد أو أنك ستموت في هذا اليوم هل سيكتب لك رزق جديد في يوم غد أو لا فلذلك يجب عليك أن تستعجل أعمل الخير لا تؤجل أعمل الخير إلى يوم غد كذلك قيل للإمام الصادق سلام الله عليه قال له بعض الأشخاص جاءوا إلى الإمام الصادق عليه السلام وقالوا له قوم يعملون بالمعاصي يعني يرتكبون المعاصي والذنوب والعياذ بالله ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت يعني نرجو التوبة نرجو المغفرة نرجو الإقلاع عن هذه الذنوب المعاصي فقال عليه السلام هؤلاء قوم يترجحون في الأماني هؤلاء قوم يترجحون في الأماني كيف أن الإنسان إذا ركب مرجوحة يتأرجح فيها هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بالمعاصي ولكنهم لا يقلعون عنها ولا يتوبون الله سبحانه وتعالى ولا يطلبون التوبة منه هؤلاء كالإنسان الذي يترجح في هذه الأرجوحة في هذه اللعبة تجد بأنه دائما يترجح في أمانيه بأنه نعم أنا في المستقبل سأتوب في المستقبل سأقلع عن الذنب ولكن في حقيقة الأمر هو لا يقلع عن الذنب ولا يستطيع أن يتوب ولا يوفق للتوبة كذبوا ليس يرجون يعني هم قالوا نحن نرجو الإمام الصالق عليه السلام قال كذبوا ليس يرجون أو لا يرجون التوبة لا يرجون المغفرة إن من رجى شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه أنت تقول بأنني أرجو الله سبحانه وتعالى أرجو رحمة الله تعالى فلماذا لا تطلبه لماذا لا تطلب هذه الرحمة لماذا لا تلتزم بالتعاليم الإلهية لماذا لا تؤدي الفرائضة التي افترضها الله تعالى وأنت تقول بأنني أنا أهرب من نار جهنم فلماذا لا تقلع عن المعاصي فإذن الإمام الصالق عليه السلام قال الإنسان الذي يكون بهكذا صفة يكون إنسانا كاذبا والعياذ بالله لأن من يخاف من شيء يهرب منه ومن يرجو شيئا يطلبه والحال أن كل الأمرين غير متحقق في هذا الإنسان الذي يطيل أمله في الحياة كذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال من طال أمله ساء عمله هذا الإنسان الذي يطيل الأمل في الحياة يكون أمله طويلا يحسب بأنه سوف يعيش إلى عشرات السنوات القادمة هذا الإنسان بالتأكيد سوف يصاب بسوء العمل لماذا؟ لأنه كلما أراد أن يقوم بعمل الخير كلما أراد أن يقوم بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى سوف يسوف هذا العمل يؤجله إلى يوم غد لأنه يعتقد في باله أو يظن في باله بأنه سوف يعيش إلى عشرات السنوات القادمة إلى مئات الأيام القادمة فبالتالي لا يهتم لا يستعجل في هذا العمل لا يستعجل في أداء هذه الفرائض يؤجلها يوما بعد يوم يوما بعد يوم حتى يأتيه الموت وهو لم يستطع أن يدرك ما كان يبتغي في هذه الحياة فعلي عليه السلام قال الإنسان الذي يكون أمله طويلا في الحياة هذا سوف يؤدي إلى نتيجة حتمية بأن أعماله سوف تكون سيئة سوف يقصر في عمله سواء كان هذا العمل للدنيا أو العمل للآخرة كذلك يقول علي عليه السلام اعلموا أن الأمل يسهي العقل وينسي الذكر الإنسان الذي لديه أمل طويل في الحياة عقله يكون في حالة خمول في حالة فترة لا يكون عقلا نشطا عقلا ناضجا وكذلك أيضا الإنسان الذي لديه أمل طويل في الحياة لا يذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سوف يسوف هذا الأمر يوما بعد يوم إلى أن يأتيه الأجل وهو لم يستطع أن يدرك غايته كذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا المجال قال إذا أنت حملت جنازة لاحظوا كلها تذكير للإنسان وخصوصا للشاب هذا الإنسان الشاب خصوصا يعيش في حالة عمرية قد يكون الشيطان يوسوس له أو يزين له بعض الأعمال أو يجمل له الحياة في عينه في بعض الأحيان بحيث يخرجه عن ذكر الله تعالى يخرجه من الحالة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون دائما في حالة عبادة ودائما في حالة مخافة من الله سبحانه وتعالى خصوصا الشاب الإمام الصادق والأئمة عليه السلام ركزوا على هذه الروايات وأرادوا منه أن يكون دائما في حيط وحذر ونبهوه أن لا يكون مطيلا لأمله في الحياة نعم الإنسان يجب عليه أن يكون لديه طموح وأمل ولكن إذا زاد هذا الأمل عن حده وعن الحد الذي أراده الله سبحانه وتعالى وخرج عن حالة التوازن سوف يؤدي به إلى أن يكون الإنسان لاهيا عن ذكر الله تعالى والعياذ بالله قال الإمام الصادق عليه السلام إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول توقع بأنك أنت الذي يحملك الناس في هذه الجنازة وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل توقع بأنك أنت في هذه الجنازة والناس يحملونك إلى قبرك ولكنك سألت من الله سبحانه وتعالى كأنك سألت من الله سبحانه وتعالى أن يعيدك إلى الحياة والله تعالى قد أجاب لك هذا الأمر أجاب لك هذا الدعاء وأرجعك إلى الدنيا فانظر ماذا تستأنف هذا أيضا من الأمور التي يجب على كل إنسان أن يفكر فيها نعم أنت في بعض الأحيان قد يكون لديك أمل طويل ولكن توقع بأن هذا الأمل سوف ينقطع عنك في هذا اليوم كيف ستستأنف العمل في اليوم القادم إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك عمرا جديدا هكذا يجب عليك أن تفكر دائما كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم يعني أكثر شيء أخافه عليكم أنتم المؤمنين اتباع الهوى وطول الأمل هذين الأمرين أكثر أمرين يخاف أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاف على شيعته منهما اتباع الهوى وطول الأمل لأن في كلت الحالتين الإنسان سوف يبتعد شيئا فشيئا عن الله تعالى وهو لا يشعر وهو لا يعلم كذلك يقول علي عليه السلام أولستم ترون أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى يعني يريد أن ينبه العقل هذه من الأسئلة التي تثير العقل ألا ترون إلى أهل الدنيا في كل يوم يصبحون على أمر ويمسون على أمر في أحوال شتى فميت يبكى وحي يعزى وعائد يعود وآخر بنفسه يجود وطالب للدنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمخفول عنه وعلى أثر الماضين ما يمضي الباقون هكذا هي حال الدنيا فهل بعد هذه الحال وبعد هذه الصفة التي وصفها أمير المؤمنين عليه السلام هل من المعقول بأن الإنسان يطيل أمله في الحياة تجدون الكثير من الأشخاص والكثير من الناس الذين كانوا معكم في الصباح ولكن في العصر في المساء تجدهم بأنهم أصبحوا من عداد الموتى فإذن يجب علينا نحن جميعا الذين ندعي اتباعنا لأهل البيت عليه السلام أن نلتزم بهذه التعاليم الواردة عنهم سلام الله عليه وأن لا نكون من الأشخاص الذين يطيلون أملهم في هذه الحياة لننعم برضى الله تعالى في الدنيا وبرضاه في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة